بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل إن ترونها ثم استوال العرش وتخر الشمس والقمر قل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواكي وأنهارا ومن كل الأمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذرع ونخيل صلوان وغير صلوان صلوان وغير صلوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخر إن في ذلك لآيات لقوم يحتلون وإن تأجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا كُنَّا كُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأولان في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا له لا أنزل عليه وهي آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم آد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تزيد الأرحاب وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتار عالم الغيب والشهادة الكبير المتار ومن منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستغف بالليل وسارب بالنهار وسارب بالنهار له معتوات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أم الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وار هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب السحاب السحقار وينشئ السحاب السحقار وينشئ السحاب سواء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا تغاسطك فايجي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذاله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها مرها وظلالهم بالغدو والآصاد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أحد تخلتم من دونه أحد أولياء لا يملكون لأنفسهم نفاهم ولا ضروا قل هل يستوي الأمم والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الخهار أنزل من السماء ماء فسالت قل قل الرافين قلقوا بشكار خلقهم لأن السماء أولوا قلقوا بشكار خلقهم لأنسل من السماء ومما يوقدون عليه في النار بتراب حرية أو متاع ذغد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما التبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأنفال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومقواهم جهنم وبئس البهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحقك من هو أما إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعض الله ولا ينقضون الميفاق والذين يطلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبوا ابتظاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعمالية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سوء الحساب ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب البار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ويرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمعكم أداه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعمة ولهم سوء الدار الله يمسط الرزق لمن يشاء ويخذر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ألاب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب ألا بذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات صالحات قوبى لهم وحسن مآب صالحات قوبى 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 ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نترفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله يمكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست موسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب